ننتقل إلى صحيفة ياني شفق التركية شاووش أغلو ونظيره القطري يودينا نقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى أدان وزير الخارجية التركي مولود شاووش أغلو ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اقتحام وزير الأمن القوم الإسرائيلي تمار بن غفير للمسجد الأقصى جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الأربعاء بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية ووضح البيان أن شاووش أغلو والثاني تناولا خلال المكالمة الهاتفية آخر المسجدات الحاصلة في سوريا وأفغانستان وفلسطين وضف البيان أن الوزيرين أعربا عن قلقهما حيال قرار حكومة طالبان بشأن حظر تعليم الفتيات واستبعاد النساء من العمل كما هنى شاووش أغلو نظيره القطري بنجاح تنظيم بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر الشهر الفائت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر